السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دائما مع سهر وبسيط والرقيف نص الوقت اللي من شاء الله حلوة بحشوة جد رائعة لعشاق الحشوة فشكلا وماذا قد يجي رائعا نتمنى ناتنا الإعجاب ديالكم وروا مباشرة بشوفوا المقادير وطريقة تحضير هدي نحتاج جاء الله الكوب من زيت زيت نباتية هنا نفس الكيلة اللي غنكيلو بها الزيت هي غنكيلو بها الزبتة وهي غنكيلو بها الماء ان شاء الله هدي نحتاج هنا زيت نباتية كما شفتوا ديال كوب واحد من زيت نباتية هدي نحتاج أيضا نفس الكوب اللي كينا بيزيت هدي نحتاجه من زبدة هناخدت زبدة ديال مارغارين تقدروا تستعملوا زبدة حيوانية كذلك اللي كتكون في درجة حرارة الغرفة وكان ملأ الكأس جيدا كما كتشوفوا ما يبقىوش فراغات بساف وولغا كيوبي ولو تقدروا تستعملوا زبدة حيوانية فقط نقصوا شوية من كمية ديالزيت نفس الكوب اللي كينا بيزيت زبدة والزيت غدي نحتاجه منه نصف كأس من ماء الزهر ولو بغيتوا تعوضوه بنصف كأس ديال حليب أيضا كي يجي مزيان فقط للتنسيم غدي نحتاج أيضا الملعقة الطعام من سكر ناعم ولا سكر غلاس هنا كتخضين ملعقة وكتكون مملوقة جيدا يعني ما كتكونش ملعقة ممسوحة وإنما كتملئ الملعقة جيدا وغدي نحتاجه بطبيعة الحال للدقيق هنا الدقيق كتبقى حسب الخليط وحسب النوعية وغدي نحتاج الخميرة كيميائية غدي نوريها لكم من بعد نمرو بشوفوا طريقة التحضير في إينا غدي نوضع زيت نباتية وغدي نضيف لها سكر سقيل وغدي نحاول أني نفرغ زبدة كما كتشوفوا فهي زبدة لينة زبدة طرية في تراجة حرارة الغرفة وكنخدمهم زيان حتى كيدوا بلي سكر نحصل على واحد الخليط اللي كيكون كريمي هنا الناس اللي كيلقوا مشكي لأن الحلوى هاد نوع من الحلويات اللي كيكون في مزيت كيتلق الزيت نضيف واحد الرشة من الملح وخدموهم زيان يعني ضروري تخدمو الزيت ووزبتو السكر بش تخدموه مزيان عاد باش نضيف لهم الماء الزهره هنا بنسبة الخميرة الكيميائية غدي نوضع نصف ملعقة صغيرة يعني نصف ملعقة صغيرة نضيف واحد القليل من دقيق عادة مش كنضيف ولي الخميرة وكنخدمو غرب سباتيولا بيدك ولا بالضرب اللي عندك موجود كنضيفو الدقيق تدريجيا كما كنقول دائما وانا كنخدم في العجينة يعني ما كنضيفوش دقيق في مرة واحدة فانا قبل كنت كنعطي كمياد الدقيق ولكن كيبقى المعيار نسبي فانا شخصيا جربت كل مرة كنجرب نوعية من الدقيق وما كنمشي نفس الكمية كتدخول كل مرة فبالتالي كيبقى حسب النوعية ديال الدقيق هنا هدا هو القوام ديال العجين اللي خصنا نحصل عليه واحد العجينة اللي تكون طريية ما كتكون ش العجينة يعني كتكون خف من العجينة ديال الصابلة كنأكد أن العجينة خصت تكون عجينة طريية عجينة شوية مرخية باش كتجي تعاوننا في لف التشكيل ديالها ولف النقش ديالها كما تشفوه معين بعد حوش واقدين حتاج ميتين جرام من هنا خديت أنا فول سوداني ولا الكوكاو أي نوع من مقصرة عندكم جوز لوز أي نوع من مقصرة عندكم دياله حد الفرن وحولوا تحمروه هنا خديت كوكاو حمرته حيط لي القشرة دياله وطحنتو حتى حصلت على هذا القوام ماشي حتى كي تطحن مزيان حتى كي تنيل كنخليو حتى شوية مهرمش كما كتشوفو أحسن طحنه هو باقي شوية سخون ما تخليوش حتى يبرد تماما وما تطحنوش ملي كي يكون سخون إذا كان سخون بزاف غادي تعجين لكم ولا كان بارد ما كي يبغيش يتطحن مزيان فغير فو يكون دافين طحنه بدون سكر ومن بعد كنضيف ليه للتنسي من أربع ملعقة صغيرة من القرفة وغادي نضيف ليه جوش المعلق صغير ديال الزبدة يعني جوش المعلق تقريبا يكونوا مملوئين جيدا وغادي نعجينهم كاملين هلما غاديش نوضاع السكر انتم اللي بغادي ضيف ملعقة طعام السكر يقدر يضيفه و لكن أنا اللي تفادي أن الحشوة من بعد تقصح ليه فما كنضيرش فيها السكر هذي ما غاديش فيها نهائي السكر هذي نحاول نجمعها شوية نطمها بالمزهر ومن بعض غادي نمر مباشرة فقط للتذكير فأنا العجينة ديالي أرى أني وضعتها في التلاجة حتى صوبة الحشوة ديالي باش كتجمع وكيولي قوام دياله سهل في التشكيل نك تأخذ يعني قليل على حساب انتي سطح العمل اللي عندك وكن ديروه ما بين جوش الورق ديال الزبدة ولا كي بلاستيك غدائي وكن حاول نبسطها يعني فقط باش تجيكم العملية سهلة يمكنكم ديروها مباشرة فوق طاويلة العمل يعني للتبسيط باش تكونوا مرتاحين في الخدمة أحسن ديروه ما بينجوش الورق ديال الزبدة ولا جو حد البلاستيك غدائي هناك نبسطوها وهناك نديرها الطابع كندير هنا نمرة تسعين مهم لما عندوش كيشكل على حساب يعني الحجم ديال حلوي اللي بغيت نقطعوه على شكل دائري بهذا الشكل هناك نحاول نجمعوه ونضعوه في بلاستيك غدائي باش يطراولي يوم بعد جيون في خدمة سالة هناك ما كتشوفوا الحشوة ديالي فما جاتش واحد الحشوة اللي كد جمع كنخليوها شوية يابسة ونضعوه في الوسط على حساب انتي وسخاوتك ويمكن نحطوه في الوسط ونحاولو يعني كما كننوزعوه باحد الشكل باش تجي في العجين كاملة يعني ما نحطوهاش فقط في الوسط كما كتشوفوه وكتطمها بها الطريقة على شكل مثلث وكنجمعوه من الجوانب كاملين حاول نسدوها مزيان باش ما تخرشين الحشوة اللي على برا نفس الطريقة كما كتشوفو فأنا خليتها شوية يخشين يعني ما مشي رققتها بزيف يعني القوام ديال يعني السمك ديال السابلي السمك ديال السابلي اللي كنديرو هو اللي كنخلي يعني ما كيجي ترقيه بحل الحلوة ديال لوز هدي بالعكس فالعجينة ديالا تكسترق ديالها القوام ديالها مغاير نهائيا يعني جربوها غدي تأكيد غدي تعجبكم كما كتشوفونا كنحاول بصباح ديالي من مزع الحشوة باش كتشوفو باش كتشوفو اللي كتشوفو مزعب وحد الشكل اللي هو منتظم كما كتشوفو ممكن خليهاش فقط في الوسط يعني تقريبا الشكل ديالهم مرة تقريبا 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 الشكل ديال العريش يعني هي حلوة جزائرية أولا كتشوفو مزعب وما كتشوفو مزعب وما كتشوفو مزعب وما كتشوفو مزعب وغير يعني ما كتشوفو نفس الشكل فكاني العريش يعني حلوة جزائري كتشوفو كتشوفو كنحاول الجزائر كينا في تونس رقعت دول عندهم حلوة دين يعني أنا مقدرش نسب واحد الحلوة واحد دولة معينة هذي كانت مجرد فكرة فالعريش ما كيدرش فيهم الماء يعني أنا سولت يعني هم مكيدرش فيهم المو سبق لي خدمت مع جزائريات ما كيدرش فيهم الماء يعني المقادر مختلفة وحشوة مختلفة تماما فهدول لا علاقة لهم بالعريش يعني تواحدهم تقول لي راهم عريش ماشي هما فالجزائريات حرات راهم عار في العريش المقادر ديالهم هما كيتخدموا باللوز وحتى لابات هذي العاجين راهم ما كتكونش نهائيا في هالما نهائيا كتخدم بالبيض والزبدة ومهم مقادر وحلين اخرين هناك كما كتشوفون رجعوا الموضوع ديانك نطموها حيث أنا طرقت لاد موضوع عارفة في التعاليق غريجوني آه ضرور غريجو في التعاليق يعني كعندي متتبعين من الجزائر ضرور غيجو تعليقات في يعني نتمنى الناس يكونوا متفاهمين فمشي آه الحلوة الجزائرية معروفة را عندهم حطرات عريق في الحلوية هذا من لا ما تناقشوش في آه فهدي حلوة مبسطة اقتر الشكل ديالها بحل العريش ولا كيرا العريش رمشي هما هدو المقادر ديالهم كيما كتشوفوا غدي نجمعها كاملا نطمها وهدوك اللي طميتهم من قبل وليشكلتهم ما تغطوهمش يعني خليوهم ينشفوا كيما غتشوفوا من بعد انا غدي نحاول نقشهم فامل احسن الحلوة اي حلوة كتبغو تنقشوها خاصة تكون ناشفة شوية فكما شفتوا العجينة في اللول كتليكم خاصة تكون طرية باش مليكات كوني تلصقي بالسبعان ديالك كتعطقت طوع نشوفوا كنجمع الجيهة اللي لصقنا باش نضرقوها لكي تضيفوات كان ناخد نقاش وهي انفوك تكون نشفت واحد شوية يعني مشيت كرمتي غير نشفت واحد شوية كدجي ساهل في تشكل دياله وانفوك تضغطي بالنقاش كيتشكل واحد شكل دياله وكيبقى ثابت يعني هذي طريقة لتزيين وكل واحد فصراحة رهتتشكل كما بغات هنا هدو كمات ببتهم قدي ندوز علي وحد نزيد علي وحد نقشة من فوق باش كتعطي يعني وحد الشكل ووحد جياله جمالية اضافة يعني لمسة اضافية كما شفتو هنا نفس طرقة قدي ندير الحلوة شوفوا هنا كان نعود نقش بحلة كان عود نتبت هذيك البلاسة اللي سديت كان عود نتبتها يعني مني كتبقى تنشف لابات وكتعود علي بالنقاش هكتعود تبت وكتكون متأكدة اننا ماضيش تحن نهائيا في الفران مع العلم ان ماذا لو نسقناها لبايد لبيض لبايد 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 شي حاجة يعني حتلع الجينة رهيطرية كتلسق غرب وحدها أنا كنقش هم وكنجي عود من الفوق يعني ما بش مبقاش لي الشكل شوية يعني كتعطو حد جمالية او حد لإضافة والناس اللي ما بغايتش تنقشها يعني كتاخدي هاد الوجه اللي كنقش في أنا الداخل انتي لا ما بغيتش تنقشي تقدري هاد الوجه ولي تدري هاد الوجه ولي تدري هالتحت في الطاوة ودخليها الفران ومن بعد كتدري فوق منها فقط يعني السكر سقيل ولا تدري فيها يعني تقدري مازال تدريها في الكونفيتور وفي الكوك حتى هو كيعطيها شكل مزين يعني طرق عاديدة لتزين يعني راه هذي فقط مجرد فكرة وانتي كتزيني كما بغيتي كما تشوفو كنقشهم ونخليهم كدلك هادو كنقشتهم كنخليهم حتى كينشفو تماماً هنا بالنسبة الحشوة الناس اللي غلي سولوا الحشوة فالحشوة أنا درت هنا يا كوكاو اللي حمرتوا من قبل انتو ما تقدروا تستعملوا اي نوع من الحشوات عندكم بغتي تدري كما قلت اللوز ولا العقدة دي اللوز ولا العقدة دي الكوكاو اللي كنديرو عادة وكذلك تقدر تدري حتى جوز لهند مع شكلاة تواكيجي فيها مزين هنا كما شوتهم اللي كملتهم كاملين كنوضعهم في الطاوة وكنخليهم تقريبهم حتى 15 دقيقة حتى النصف ساعة فقط باش كتيبس هديك النقشة وكتبت باش من يدخلوها في الفران ما كيتغير الشكل دياله وكيبقى النقشة يعني كتبقى بارزة كنوضع الفران يسخن على درجة حرارة 150 كنأكد ما خصاش النار اللي تكون قوية فقط نار متوسطة 150 حتى 160 لكن فرن كهربائي كنشعلوا عليه من الفوق ومنتحت متسنو على حتى تاخد لون دي ولكن فران ديال الغاز كنشعلوا عليه فقط من تحت حتى كتت تحمر وكنشعلوا عليه من فوق تاخد هدي اللون وهذا هو الشكل النهائي ديالا كمشتون بعد مطابس ما كيتغيرش نهائيا مع العلم أنا ندرنا فيها يعني نصف ملعقة صغيرة ديال الخاميرة ومقادرها ماشي مقادر كثيرة هادو ما اللي خرجت لي خرجت تقريبا طاورة ما شاء الله ما اللي تعلمنا فيها تعلمت فيها بنتي كانت بقات كيجي شكل ديالها رائع كما كلكم يمكن لكم تحتفظوا بها هاكا كتجي متوازنة من ناحية الحلاوة والناس اللي عزيزين عليهم حلاوة ضرورة تحبت تعسيلة أنا قررت أني نعسلها في صراحة حدرتها ناقصة كما شفتوا الحشوبا فيها السكر حتى العاجل فيها فقط ملعقة ديال السكر هنا أخذت تعسيلة فعفون كتاخدوا كاس ديال السكر مع كاس ديال الماء معه نصف ملعقة تقريبا طعام ديال العصير الليمون أولى الحامض وكتخليهم فوق نار حتى يبدو غليوا وكتحسبوا عليهم عشر دقائق وكتفع لهم يعني لا يحتاج أنهم يكونوا العسل مخصوش يكون تقيل بزاف خاس يكون خفيف ماشي نفس يعني مشي العسل اللي كان دياله شباكيه ومقروط وبقلاوة فالعسل كتكون أخف مجرد أني كان وضاعهم ما كان خليهم شو حلوة اللوز كما كان عفوك نحطوها وكتشرب هذه العسل مجرد أنك تحطيها سوف تهزي على الناس اللي بغي يدرون الناباج يدرون الناباج ولكن كنصحكم ديروا التعسيلة كتجي أحسن من الناباج في هذه الحلوة فهي كتجي مرملة وكتجي رطباق بلا تعسيلة يعني اللي بغي يدرفق منها فقط سكر سقيل يمكن لي دير سكر سقيل وهذا وشكل نهائي ديالها بعد مسالية لها التزيين ديالها كتجي مهم اسم على مسمى راقية بمقادر بسيطة طريقة كذلك بسيطة يعني أي واحد يمكن لي ديرها كتخرج كيمياء لا بأس بها يمكن ليكون ضعف المقادر إلا بغيتوا أكثر يعني شكلا ولا مذاقا يعني كتجي جد 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 رائعة كتجي رطبا كتدوب في الفم يعني بلا تعسيلة ديالها هنا را كما غادي تشوفوا غدا نوريكم قوام ديالها مع مع العلم أنني ما خليتها حتى باتت لا باتت كتجي رطبا كتر أما هنا راني فقط يعني مباشرة كي صوبتها صورت غدا ندوز باش نقسم وحده باش وريكم القوام ديالها كيفاش كي يجي من الداخل يعني شوفوا معي كما كتليكم قبل ضروري توزعوا الحشوة باش مليك تقطعي كي يجيك الحشوة في البلايس كاملين يعني مكديش بلاسة خاوية وبلسة عامرة وكتجي الحشوة ديال كوكو مع القرفة ومزهر من غوش لكم مذاق رائع حشوة كتجي حشوة تهبل يعني شوفوا معي كيفاش كي يجي كتجي رطبا شيش كتفتت يعني القوام دياله مختلف على حلوة ديال لوس تماما مشي حلوة بحل حلوة تلوز ما كتجيش يعني كما كنقول مع شوية رطبا ولكن هذي كتجي مرملة يعني الترميلة ببحضة ورطبة ببحضة تمنى الفيديو ديالي يمكننا الاعجاب ديالكم يعجوكم طبيعة الحال فمتبخلوش علنا بلايك بالبرتاج عبر مواقع التواصل الاجتماعية الواتساب فيسبوك ولا الانستغرام لتحقوا الصفحة ديالي للانستغرام الرابط اسفل الفيديو د اشتركوا في القناة